أثناء واحد من المدربين اللي بصمة وانتصار للمدربين الشباب في الدور المصري كابتر رضا شحاتة مدير الفني الفريق الجونة كابتر رضا برحب بحضرتك على شاشة قناة الناد الأهلي في ظل الظروف اللي فيها الناد الأهلي والغيابات اللي نهارده تعادل سلبي في مباراة دفع فيها الناد الأهلي بمجموعة من اللعبين للنشئين لكن بالنسبة لك أنت كمدير الفني الفريق الجونة شايف أنت برضو نقطة أمام الناد الأهلي كان ممكن فريق الجونة أنه ينتصر النهارده ويستغل للجابات اللي في الناد الأهلي طبعا يعني أرحب بس بالكابات اللي في الستوديو طبعا كان عندنا فرصة كويسة أن نحن نقدر نكسب ولكن يصال للأهلي هو الأهلي لازم نبقى ده في الحسابات ودف في حساباتك لانا لعبت الناد الأهلي في النشئين لعبها كويسة جدا منظمين متأسسين كويس فمعظم الناس شايفة أن الناد الأهلي بلعب نشئين فأنا لازم بقى أجازف لا والموضوع مش كده شئة أمقابية أنت بتلاعب نادي الأهلي ولازم تبقى حارس جدا ولازم تبقى مقامن كويس ولازم تبقى حذر جدا لأن الحاجات المرتدة النهارده برضو كان فيها ممكن يبقى فيها مشكلة حتى وإحنا ضغطينه مستحوزين على الكورة وضغطين على النادي الأهلي جالنا فرص ولكن ما وفوقناش فيها ولكن الناس شايفة أنه لازم نهاجم بقلاقه والموضوع لازم بقى في توازن لأنه في الآخر أنا بلاعب النادي الأهلي فلعب النادي الأهلي مهما أن كان أعايز يسبيت نفسه وعنده حافظ عنده طموح فالحاجات دي كلها أنا حاسبها فالأمور بنسبلنا في الآخر أنا في المجمل راضي عن الأداء راضي عن الشكل وراضي عن النقطة والمتشاط اللي جاءت يبقى أفضل وأحسن إن شاء الله الحزر والتوازن اللي كان عند كبتون رادا شحياته وده أمر مهم جدا كان هو احترام لإسمي طبعا النادي الأهلي والأي 11 لعب مجودة في ملاعب أيضا كان بدي من طريقة اللعبة لبداعب بها كابتون رادا شحياته حتى 3-4-3 بالضبط يعني أنت إحنا مشغالين كده لحد ما نشوف الدنيا فيها حتى في الآخر في الآخر اللي خواه بدأنا لعب 4-4-2 بدأنا نحط راسي الحرب وبدأنا نزود شوية الجزء الأمامي ولكن شوية القرار الفردي كان فيه مشكلة في نادي الجونة لو القرار الفردي فيه اهتمام أكتر كان ممكن الشكل يبقى أفضل ولو فيه هدف الأمور هتختلف تماما عن سر اللقاء بالشكل ده هل لعب الجونة كان عندهم ثقة زيادة النهاردة في الفوز في المباراة كان فيه حالة من الثقة الزيادة يعني صعبت شوية في تخزي القرارات خالص خالص ما كانش فيه ثقة زيادة ولا حاجة هو أنا قلت لك والأهلي أنا بلعب نادي الأهلي فأنا حريص جدا والعبها واخد بالها والغلطات تبقى على الأد وابقى حذر جدا ده مهم جدا انت بتلعب نادي الأهلي ولكن انت خلي بالك أنا بشوف دايما اللعيب الكورة في مصر لو بلعب الفول تيم الأهلي هبقى أفضل من كده يعني بطبيعة الحال ولكن ممكن يكون المعظم الفرقة والناس ما سمعت اللعيب اللي هتلعب بالعشرين أو الداخلين المعسكر ممكن الرتم قل من لعب الجونة ولكن في المجمل اللقاء بعد فتر التوقف ولسه راجعين كتحضيري جرينا كتير وعملنا باس كتير واستحواز كتير وطريقة لعب بتاعتنا تغيرت عن الفترة اللي فاتت أنا بحاول الفترة دي نغير طريقة لعبنا مناش عرقها بندي الأهلي أنا بغير طريقة لعب عشان الفترة اللي جاية في الدوري فما فيش أنسب من اللي احنا فيه نبدأ نغيره من شكلنا تعادلات ما بين الأهلي والجونة في فترة الأخيرة والمباراة من الأخيرة ما بين الأهلي والجونة على مدار المسم الماضي والوادي المبرنة النهاردة شايف إن اللي اختلف النهاردة في أداء النادي الأهلي في ظل وجود مجموعة للنشئين والأهلي برضو بحق نفس التعادل النشئين لسه لعيب صغير برضو مهما كان اللعيب لازم يأخذ وقت كتير في الدرجة عشان حمل البدني وحمل التمرين ومتشط دوره ممتاز قصة مختلفة شوية وهي دي اللي كانت عاملة أزمة في نادي الأهلي النهاردة ولكن مع الاستمرارية مع نوعات العيبة منظمين وعرفين وقفين إزاي فكانت الأمور برضو مش سهلة في الملعب